دعونا نتحدث على أحد الثوار، أحد الأحرار التي تضاربت الأقوال حوله أمس واليوم لديه فيرسيون، لديه شيء سأقوله قد يتأكد وقد لا يتأكد ولكن هو ربما الأقرب إلى الصحة الآن وهذا فيرسيون أو هذا الأمر كما سأرويه يقول بأن إبراهيم الإعلامي ومجموعة من الحراق الجزائريين كانوا في أربع بطيات وأن هذه الأربع بطيات انتقل تحركت من الشواطئ الجزائرية الشواطئ الغربية الجزائرية وأنهم تحركوا اثنين من البطيات وكانوا اثنين آخرين سيتحركوا بعدهم بعدما تحركوا البطي الأول والثاني وكان إبراهيم في واحد من هذه البطيات الاثنين بدأ المناخ والجو سيء فتأخر أو قرر أصحاب البطي الثالث والرابع أنهم يدخلوش البحر لأنهم خايفين من تموجات البحر وأمواج البحر ومخاطر البحر لأنهم شافوا بأنه بدأت هناك رياح إلى آخرين إذن لكن البطي اللي كان فيه إبراهيم والبطي الثاني كانوا قد وصلوا إلى الشواطئ الإسبانية هنا كعين روايتين كعين رواية تقول أنهم دخلوا الأراضي الإسبانية ودوهم إلى المكان اللي مالفيني كيوصلوا الحرائق الجزائرين وحطوهم فيه وهو أنهم في الغالب يخلوهم أمس خمس أيام على الكورونا أو أسبوع حسب المناطق لكن في الغالب خمسة إلى سبعة أيام باش يتأكدوا يدرون أن يكون فينمو باش يتأكدوا أنه ما عندهمش كورونا وبعدين يقولون لهم روحوا سجلوا روحوا سجلوا في لمن يريد أن يطلب اللجوء السياسي أو من يريد أن يغادر ولكن كعين البعض اللي مباشرة يعتقلوهم خاصة إذا كانوا قل من 18 سنة يحطوهم في مراكز خاصة واللي عندهم أوضاع خاصة للمرأة إذا كانت حامل يتعاملوا معهم بطريقة مختلفة إلى حد ما وبعض الشباب لا يحطوهم مباشرة في الحجز تختلف المهم هناك روايتين الرواية الأولى قالت بأنهم وصلوا للأراضي الإسبانية وتم استقبالهم من طرف السلطات المعنية هناك ووضعوا في الكونفينما ورواية ثانية تقول بأنهم وصلوا للشواطة الإسبانية وأن اللامارين بحرية إسبانية ما خلتهم شي ينزلوا وأنهم ألقوا لهم القبض ووضعوهم في باخرة تابعة للبحرية الإسبانية تابعة لحرس الحدود الإسباني حرس الحدود البحري الإسباني وأن هذه الباخرة عادتهم للجزائر بطلب من السلطات الجزائرية في كل الحالتين رجعوهم للجزائر سواء خلاوهم لساعات داخل غرف أو غرفة كانوا معتقالين فيها ثم رجعوهم أو أخذوهم مباشرة من البوطي ورجعوهم هناك روايتين لكن في كافة الأحوال رجعوهم لماذا؟ كيف عرفوا ذلك؟ قالت لأن السلطات العصابة يعني اتصلت بهم لأن أصحاب البوطي الثالث والرابع اللي مرحوش واللي طلبوا منهم الحرقة يعني اللي هما مشرفين على عملية الحرقة قالوا لهم روحوا ولوا ومبعدين رح نخبروكم روحوا يعني ساعات ممكن يروحوا نهار نهارين ونعودوا نكلموكم لأن البحر مرحش مرحش مليح هذا الإخواننا وذلك لما رجعوا تكلموا والناس قالوا باللي إبراهيم راح حرقة شفناه كان معنا وكان المفروض نكونوا أيضا رايحين إلى آخره يقال أن هكذا عرفت العصابة عندنا أن إبراهيم العلامي كان ضمن البوطيين اللي راحوا اللي غادر وأنها لما عرفوا هذه المعلومات اتصلوا بالسلطات الإسبانية وقالوا لهم نريد إبراهيم العلامي نريد هذا الشخص بالذات وعطوهم الأوصاف إلى آخره وأن الإسباني اضطروا أنهم يجعلوا عدد آخر معه مع البرهيم اللي وصلوا معه وسلموهم جميعا ورجعوهم للعصاب رجعوهم لحرس الحدود البحرية الجزائرية واللي سلمتهم للدرك انت عين تيموشنت اليوم عين تيموشنت مذكورة مرتين عندي هنا وأنه موجود اليوم في المعتقل في عين تيموشنت عند الدرك وعلى الأرجح عند المخابرات خاصة إبراهيم إبراهيم ليس حرق طبيعي وليس حرق عادي وأصلا لم يكن يفكر أصلا في الحرقة وكان ينفي أن يحرق ولا يريد أن يحرق وكان على مضطر وكان يقول بأنه سيبقى لكن إبراهيم في الحقيقة وأنا أعرف جزء مما مر به مر بظروف عصيبة جدا ولعلنا في هذا اللايف تحدثنا عليه مرات عديدة كيف تعرضت الأسرة انتاءوا كلها بسببه إلى مرة اخذوا خاوته من ثلاثة من خاوته والوالد انتاءوا واعتقلوهم كله صحيح أن الوالد ما طولش عندهم لكن الوالد أيضا تعرض لضغوطات شديدة منذ 14 فبراير 2019 يوم قاد إبراهيم في وسط برج بوريليش في أحد أحياء برج بوريليش قاد مظاهرة فيها عدد من الأشخاص يوم الخميس 14 يوم الخميس 14 فبراير 2019 ثمانية أيام قبل اندلاع الجمعة الأولى من الحرك قبل اندلاع الحرك قبل اندلاع الثورة الشعبية يومها قاد مجموعة داخل برج بوريليش من يومها بدأت المخابرة تراه كواحد من أكثر أعدائها ومن أكثر المحركين للحراك وللثورة الشعبية ولذلك طلت فيما بعد تعتقله طول الوقت وتعرض للسجون وتعرض للتعذيب وتعرض للقمع وتعرض لمحاولة القتل وتعرض للإغراءات تعرض لإغراءات شديدة خلينا نشوف إذا المساعد ابعت لي واحد من هذا اللي كان مرت على إبراهيم الإعلامي نشوفوها مع بعض نعم تتعرض مش الإعلامي مش الإعلامك وتغلق فمك وتدير الفيديو والسجلية بالحرف والواحد وش الإعلام هذا ما أسمع أسمع شوف أخوي أنا أسمع أعلينا كن النظر ما تكتح محاولة عاديك دير فيديو سكول فيه بللي زيطوت وأمر دي زيط ما 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 عاش ما رومي يدعم فيها باش ندير فوظة بالبلاد بسح أنا أنا وحد ما يدعم فيها هذا هو عربون هذا عربون برق بسح هذا و أنا وحد ما يدعم فيها أنا أنا نحضر معك أنا 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 لابدأ تكون عيني شكت تك إن أشبه أعين دي ورهق إيبس عليها قلت لي تاور سمح دي قلت لي وطني وقلت لي عليكم بعدها تقول لي سكتوك واجبلي دراه هذا مقطع مقطع فيها دقائق أكثر من هذه نظر فيه ثلاثة دقائق أو ربع دقائق مقطع سجلوا إبراهيم خلصة سجلوا بلا ما يسمعوا بلا ما يعرفوا وشفتوا كاللي كلم فيه عنصر وعاصر المخابرات يقول له هاي شكارة هذيك شكارة من بعد نعرفه في المقطع الكامل ربما المساعدة يزيد يبعث لي المقطع الثاني نعرفه أنها كان فيها خمس ملاير سنتيم وقال له قول باللي فلان علينا وأمير ديزاد هما اللي يرهم يقولوني وهما اللي يحرضوا فيي إلى آخره يرد عليه إبراهيم كما استمعت ويقول له لا هذا مش صحيح أنا موكش اللي يحرضني يقول له اسمعني خير من اللي كنا نقدر ندو روحك يعني روحك ندو أنا قادرين نقتالوك إذن براهيم في الحقيقة تعرض إلى مغرايات كبيرة يعني لما يجبوا لك خمسة مليار وانت شاب تشتغل خيات نهار تشتغل وانهار ما تشتغلش لو كان ما تكونش من طينة الكبار لو كان ما تكونش من نفسية الكبار من الثوار من أهل المواقف والمبادئ والأخلاق تقدر تسقط أمام خمسة ملايين كي الناس بميتين مليون شراوهم كي الناس بسكنة شراوهم كي الناس بسيارة شراوهم كي الناس مرات بجوانات انتع مخدرات شراوهم لكن يجبوا لك خمسة مليار وهذه البداية بارك قال له البداية مكاش مشكلة أخرج بارك سب فلان وفلان لكن إبراهيم كان ثابتاً وعرضوا عليها الشيء تحت التعذيب الشديد قالوا تخرج تسب فلان وفلان ويتوقف عليك التعذيب ورفض إبراهيم ذلك رفض إبراهيم ذلك عرضوا عليه كل شيء رغبوه بأشياء كثيرة ورهبوه بأشياء مفزعة ومع ذلك ثبت إبراهيم لأن إبراهيم من طينة الجزائريين الثابتين وتعرض كسروله يده وتعرض لتعذيبات وتعرض لمحاولة اختصاب وتعرض لأشياء رهيبة وتعرض لاعتقال الأسرة كلها وثبت إبراهيم ثبت ثبات أسطوري حقيقة ولذلك إخواني هنا أقول لإخواني أن محاولة خروجه كانت بعد أن استحالت الحياة استحالة كاملة وبعد أن بدأ يشعر بأنه قد يصبح ثقل على الحراك والحركيين وخطر على الناس اللي يمشوا معاه وأن الحركيين اللي يمشوا معاه لما يجوا يعتقلوه يعتقلوهم معاهم إبراهيم مش من نوع اللي غادر لولا أنه شاف بأنه لم يعد هناك أي إمكانية للدفاع الحراك في الجزائر وهذا تقريبا نفس الوضع اللي كان عاشه إبراهيم دواجي أحد أيضا أبناء الجزائر الكبار ومنطينة الكبار اللي تحت ضغوط رهيبة لسنوات عديدة قبل الحراك حتى وسنوات عديدة واعتقالات ومتعذيب وتهديد وتهديد للأسرة ومحاولة تدمير الأسرة انتاعه وترغيب إلا أنه رفض أن يقول ولا كلمة واحدة ضد أحرار البلاد واضطر أن يغادر ولعله كان حكاه هو قبل أشهر كيف غادر في ظروف بالغة صعوبة شاهد فيها الموت أو عايش الموت أكثر من مرة هو حرف بوتي إذا كان إبراهيم دواجي أيضا لما خرج عانى حتى في أوروبا فإنه في النهاية خرج بعد أن لم يعد قادر على أي عطاء إضافي للحراك ورأى أنه سيقدم وما يستطيع من خارج البلاد فإن إبراهيم الإعلامي وصل إلى نفس القناعة ونفس الوضع ولذلك قرر هذا وكأنه شرب السم كل يشرب السم لأنه ما كانش يريد ونحن كنا تحدثنا مع إخواننا وبعض إخواننا قنعناهم بأنه في رأينا لا يغادر إلا من استحالت الحياة تماما حوله وأصبح مشكلة لأسرته ولأهله وللحراك وربما ثم يكون عنده عذر بينه بين نفسه ثم بينه بين الناس وقبل ذلك بينه بين ربي باشي غادر لأنه لم يعد ذلك ممكنا وكانوا إخواننا طلب مننا البعض منهم ما رأيهم فإنه غادر قلنا إذا استطعت أن تتحمل فتحمل تخيلوا أنهم كانوا يعتقلوا بعض الحرار في الحراك ويعرضوا عليهم يقولون معنا مش ما تحرقوش لن أذكر الأسماء اللي قيلت لكن يوما ما ستعرفونه بعض كبار الأحرار اللي رن في السجون الآن واللي ربما كان لبعض منه ميفكر باش يحرق لكن لما قالوا له في الكوميسارية أو لقالوا له جماعة عبلة أو لما داوا العنطر على ما حرقتش وروح تحرق وهو حتى ممكن فيه ناس لتساعدك قرر أنه ما يحرقش لأن العصابة تريد أن تستخدمها باش تديموراليزي الحراك باش تضعف وتضرب وتكسر الحراك ويستخدموا كل الأساليب الشيطانية للمس بالحراك هذا عموما لحد الآن من المعلومات المتوفرة لدي قلتها لكم فيما يتعلق بإبراهيم قل نشوف إذا فيه المقطع الثاني اللي لأنه كان فيه مقطع آخر لا موصلنيش لكن عموما نظن المقطع راه متوفر وفيه دقائق وين إبراهيم يرفض العروض انتاحهم اللي هي ملايير سنتيمات باش يخرج سب فلان وفلان هذه رأي كانت قبل سنتين تقريبا تقريبا التاريخ يصنعه أولئك الذين يخاومون ويصمدون ويواجهون تحت أي ظرف كانوا وتحت أي وضع كانوا وليس الذين يجبنون أو يخافون بالرغم من أن الخوف أيضا طبيعة بشرية إذن فأخوكم إبراهيم لم يغادر لأنه كان يريد أن يغادر أو لأنه كان يريد أن يعيش في أوروبا أو لأنه حتى الحياة في أوروبا ليست سهلة بالنسبة للمقاومين والمناضلين لكنه غادر في لحظة ظن فيها واعتقد اعتقاد راسخ وأنا شاهد على هذا من أن الحياة بالنسبة إليه أصطبحت مستحيلة في البلاد وكان أكيد أنه سيواصل معركته لأن الثائر والمناضل والمقاومة تحت أي سماء كان سيستمر في النضال والمقاومة أما الخائف والخائن فهؤلاء مرات يعني حتى عندما تتوفر لهم كل الظروف فإنهم لا يفعلونها لأنهم ليسوا بالنفوس الكبيرة لا أتحدث عن الذين يخافون طبيعيا فالخوف بشري وطبيعي إنما الذين يخافون على مصالح أو على وظيفة أو على مال أو على علاقات أو بلاك باش يروح للبرلمان أو باش بروش للسيناتور أو إلى آخرهم إذا توفرت أشياء أخرى ستسمعوها مني أو تسمعونها من إخواننا المناضلين بكل تأكيد